أيضا التوافق النفسي والتكيف للطلبة من خلال تحولهم من مرحلة إلى مرحلة على سبيل المرحلة الفداية المتوسطة أو المتوسطة الإعدادية وحتى من الإعدادية إلى المرحلة الجامعية أيضا من خلال الرشاد الجامعي يستطيع المرشد يعني مساعدة الطلبة في المساعدة على التوافق في المرحلة القادمة المراحل الدراسية والتكيف مع البيئة بصورة عامة وأيضا يتيح للمسترشدين من خلال الرشاد الجامعي استخدام الأسئلة والحوار والمناقشة ويرفع من كفايات الطلبة ومسترشدين في تحديد المشكلة وتعريفها والخطوات اللازمة لحلها هذه النقطة عزائي الطلبة مهمة جدا من خلال الرشاد الجامعي من خلال استخدام الأسئلة نعرف يعني إذا كان مجموعة من المسترشدين أو الطلبة راح تكون أسئلة وحوارات هذه الأسئلة فيما بين الطلبة فيما بينهم أو مع المرشد فتكون يعني عملية حوارية وعملية مناقشة وهذه بحذاتها راح تساعد الطالب المسترشد الساعدة على التوافق مع نفسه وكذلك التوافق مع الآخرين والتكيف مع البيئة بصورة عامة يرفع من كفاياتهم في تحديد المشكلة والخطوات اللازمة لحلها أيضا من خلال الرشاد الجامعي يكون تشجيع الطلبة بعضهم البعض فيما بينهم يكون كل طالب يشجع الآخر فهذه أيضا بحذاتها راح تقلل من حدة المشكلة ومن خلال هذا عرفنا من خلال بعض النظريات اللي تأكد بأنه كثير من المشكلات وإن كانت يعني بسيطة أو حادة فمجرد المسترشد يعني يتعرف على الشخص اللي يسمعه ويكون مهتم به فراح يكون جزء كبير من المشكلة راح تذوب من حدتها وتكون بالتالي سهل رشادها وعلاجها وكذلك الاستفادة من بعضهم البعض للعمل بأقصى طاقاتهم واستفادة من بعض النماذج الحية هذه النماذج اللي يحتبرها قدوة أمامهم ورح تساهم أيضا في حل مشكلاتهم وأيضا النقطة الأخرى من خلال الاستفادة من خلال الرشاد الجامعي اللي هي خبرات النجاح السابقة هذه الخبرات أيضا يكون ممكن نستواد معتها ونكررها في المشكلات اللاحقة لأن روجرز صاحب نظرية الذات يأكد بأنه على المرشد أن يوجه ويعلم المسترشد كيف يحل المشكلات اللاحقة من خلال شنوه؟ من خلال يعني يختار أو يضع عدة حلول بمساعدة طبعا بمساعدة المرشد يضع هذه الحلول مجموعة من الحلول وهو يختار الحل الأمثل والمناسب لمشكلتي وبالتالي هذا يكون إلي عامل مساعد في التغلب على المشكلات اللي قد تواجهها في المرحلة القادمة وإذا كانت مشكلات متشابهة أو قريبة فراح يستطيع المسترشد أن يحل تلك المشكلات لأن لديه القدرة النطية الثقة بالنفس اللي ندعمه في هذا الجانب ويكون لديه القدرة في حل المشكلات المشابهة والقريبة من عدها حتى لا يكون في كل مشكلة صغيرة وكبيرة يلجأ إلى المرشد يعني إذن يصبح العامل الثقة بالنفس يكون جانب مساعد إلى المسترشد في حل المشكلات المشابهة اللي تواجه في المراحل اللاحقة وفي الأيام القادمة وأيضاً المراحل لهذه المهارة أيضاً يكون مراحل أخرى اللي هي التعريف المشكلة التبنات تجاه المنطقية مهارات توليد الإبدال اختيار استراتيجيات تنفيذ طبعاً تنفيذ استراتيجيات التقويم وانتقال أثر التدريب هذه طبعاً حسب النظرية المتبنات في أنه يستطيع المرشد العمل على تطبيق تلك المهارة أو الأسلوب لحل المشكلات ويساعد كثير من طالبتنا العزاء في التغلب على هذه الصعوبة اللي تواجههم خلال مسيرتهم الدراسية وطبعاً هذه المادة عزاء الطالبة أنا رح نشوفكم يعلي كلاسروم أخذها صورة للمادة بالإضافة إلى الشرح اللي ولو كان مبسط يعني المادة رح تكون متوفرة لديكم من خلال الكلاسروم وهنا من خلال قناة الإرشاد شكراً جزيلاً طلبتنا العزاء